أنا يعني هاخد من كلام حضرتك والفتوى حضرتك ذكرتها في سياق الإجابة مسألة الفتوى بشكل عام فضلت الشيخ وعملية تنظيمها وحضرتك طبعا بتجربتك الرائدة في دار الإفتاء بالتأكيد ليك أيضا يا فندم تصور لها يعني إزاي ممكن دايتم هو طبعا كلمة الإفتاء بتحتاج مننا إلى ثلاثة أمور إلى إدراك النص سواء كان مقدسا كالقرآن والسنة أو غير مقدس كاكتهاد المكتهدين أفهموا وده اللي بتقوم به المحافل العلمية في العالم لكن أيضا لا بد من إدراك الواقع لأن هذا الواقع نسبي ومتغير ثم بعد ذلك يجب إنشاء ملكة هذه الملكة تنشأ بالتدريب في كيفية إيقاع هذا النص الرباني على هذا الواقع المتغير بحيث أنه يحقق المقاصد والمصالح ويراعي المقالات إلى آخر المنظومة هذه القضية هناك أمور لا علاقة لها بالإفتاء ولا تسمى فاتوى لكن نرى في الإعلام العالمي يسموا فاتوى فدي أول شيء ليس بيدنا ولا يصلح معه قوانين هذه مسائل لعدم معرفة حقائق الأشياء وعدم معرفة التعريف الصحيح لها فيقول لك فوضى الفتاوي وبعدين في فوضى الفتاوي دي ييجي أنه يذكر أشياء خطأ في التاريخ طب ما للتاريخ وما لبيان حكم الله في واقعة معينة فاتوى الفتاوي ده نتجت من إيه من تصدر غير المؤهلين سمحنا لهم في فضاء فسيح طب هل يستطيع تستطيع مصر أو يستطيع الشعب ولا يستطيع المسلمون إغلاق السماء المفتوحة أو إغلاق السوشيال ميديا أو إغلاق كل من يتكلم لا يستطيع الواقع إنه لا يستطيع يبقى إذن يجب علينا أن نتعامل مع هذه الحالة الجديدة لا يمكن أن يكون المسألة في فوضى الفتاوي إلا بإحاطة هذا بمجموعة من إنه نسمح للأهل العلم أن يتكلموا يعني حضرتك فضلت الشيخ طوصد أن السوشيال ميديا أعتذر المقاطعة ممكن تكون هي فعلا ساحة ضلال لفتاوى كثيرة بيؤخذ بها للأسف وبيعاء يعني بيتم التعامل بها بناء على تدولها بنسبة وبمساحة كبيرة ليس السوشيال ميديا فقط بل قضية فكرة تمكن الإنسان من الاتصالات والمواصلات الحديثة وبتقنيات الحديثة من 100 سنة وأكتر من 150 سنة ما كانش فيه اتصالات ومواصلات وتقنيات حديثة زي دلوقتي ما كانش مكنة الكاميرا اتعملت 1828 ما كانش فيه طيارة ما كانش فيه سيارة بالشيوع هذا ما كانش فيه تليفون ما كانش فيه هذا التليفون فيه كل حاجة فيه الفيديو وفيه المسجل وفيه 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 الاتصالات دية جعلت هناك ما يسمى بظاهرة السماء المفتوحة يبقى إذن ما يجيش واحد يقول لي ما تقفل القناة دي ما توسكت فلان ده لا ما نقولش كده إنما دلوقتي نقول كده على فكرة إمتى لما كان ما عندناش تليفزيون فواحد طلع ولخبط في الإزاع أو اللي حاجة نقول طيب ما تجيبهوش تاني لكن دلوقتي بعد هذا الاتصالات والمواصلات والتقنيات الحديثة اللي خلت الأطفال مسكين الطابلت ومسكين الآيباد ومسكين اللابتوب ومسكين البتاعة ده هو التليفون المحمول وعاديين طول النهار خلاص صحرهم صحرهم وجذابهم لكده بيسمعوا ضلال بقى ولا بيسمعوا صح دي قضية تانية يبقى لازم نتعامل مع الحالة دي مع الحالة اللي هي فيها مش إن أنا بقول نقفل السوشيال ميديا لا بقول لا نتعامل مع السوشيال ميديا بقواعدها نتعامل مع الساتليت بقواعده نتعامل مع انتشار هذا الاتصال بقواعده إحنا بقينا في الجوار يعني بقينا في الأرض بقت في الجوار أنا بشوف أحداث أمريكا واللي في أمريكا مش عارفها لأنه مشغول بحاجة تانية ما سمعش ما شافش مشغول فبتصد بيه بقوله إيه لأخبار أمريكا وكذا إلى آخره بيقولي أنا معرفش وأنا هنا عرفتها قبلية هذا الزخم يجب علينا أن نراعي الاتصالات والمصالات والتقنيات الحديثة أنها غيرت البرنامج اليوم للإنسان نعمل إيه بقى؟ نتعامل معها مش نصطدم بيها مش يعني ما هو الاستضام بيها هيؤدي بنا إلى الاعتزال والاعتزال مر لأنه سيؤدي إلى التدهور وإلى عدم نوجود ولكن يجب علينا أن نتعامل مع التعامل الصحي كيف يكون هذا؟ بالتفكير بالإبداع بأن أنا أجلس وأشوف المشكلة وأحط كذا حلليها ثم أتتبع هذه الحلول وأرى المآلات التي ستقول إليها وأختار منها وأقول يا رب بعد كده يعني الفلاح يلقي الحب ثم يدعو يقول يا رب أم ربنا يبارك له في الزرعة بتاعته فإذن نتخذ الأسباب ونبذل المجهود ونقول يا رب يا رب وأنا هختب مع حديثك وده هيجرنا إلى هيجرنا معلش إلى الجرائم الإلكترونية هيجرنا الأحكام بتاعتنا في التعامل مع الانترنت ده كله ولا الحالة الحديثة من الاتصالات والمصالات والتقنيات الحديثة